الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وبهنستعين لازلنا نتكلم عن الأعمدة الخرسانية طبعا إن شاء الله هذه سوف تكون المحاضرة الـ 14 وسوف نقسمها إلى جزئين هذا هو الجزء الأول من هذه المحاضرة طيب يا بشمانتسين بالنسبة للخطوة السادسة من خطوات تصميم أو تصميم العمدة الخرسانية كنا هي حساب حديث التسريح الرئيسي الطولي الذي يقور create the reinforcement لابد أننا نعرف أن معنا عمودين عمود طويل وعمود قصير أولا سوف نتكلم كيفية حساب حديث التسريح الرئيسي الطولي للأعمدة القصيرة سوف نتكلم عن كيفية حساب حديث التسريح الرئيسي لأعمدة القصيرة بعد ذلك نتكلم عن كيفية حساب حديث التسريح الرئيسي للأعمدة السلندر كورام طيب أولا نتناول تصميم الأعمدة أو حساب حد التسريح للأعمدة القصيرة طيب إذا استنفنا العمود وظهر من التصنيف أنه عمود قصير نتجه إلى كيفية حساب التسريح عن طريق هذه الخطوة التي سوف نشرحها الآن بإذن الله تعالى طيب أولا لتصميم الأعمدة القصيرة لا بدنا أن تعلم أن الأعمدة القصيرة تنقسم حسب الله مركزية الأحمال إلى ثلاثة أنواع ولكل نوع طريقة تصميم معينة يعني لا بد أنك بعدما تصنف العمود لعمود قصير تشوف هل هو تصنف العمود القصير حسب لا مركزية الأحمال وبعد ذلك حددت نوعا لا مركزية تتجه إلى اختيار طريقة التصميم المحددة لهذا النوع طيب العمدة القصيرة تنقسم من حيث لا مركزية إلى ثلاثة أنواع النوع الأول هو الأعمدة المعرضة لحمل محوري مركزي يعني حمل محوري تماما في سنتر العمود الثنين الأعمدة المعرضة لحمل لا مركزي بسيط يعني يتعرض لحمل محوري لكنه لا مركزي بسيط طيب النوع الثالث الأعمدة المعرضة لحمل محوري وعزوم طيب خلونا نشرح الثلاثة الأنواع ونشوف لكل نوع طريقة تصميم معينة كلما اتجهت نحو الأسفل كان طريقة التصميم هيش يعني تحتاج إلى زمن أكثر طيب النوع الأول تصميم الأعمدة المعرضة لحمل محوري مركزي طيب هذا النوع مين يوجد ومتى أنا أعرف هذا النوع النوع هذا يوجد في الخرسان السابقة للإجهاد غالبا في الخرسان السابقة للإجهاد لا يوجد عزوم بتصلط قوة محورية وأيضا عندما تكون هناك استمرارية بين العناصر الإنشائية وأيضا عندما يوجد في المنشأ ردود أفعال متشابهة كيف يا بشمهندس أنا بوضح لك الآن في هذا المنشأ لاحظ يا بشمهندس لاحظ يا بشمهندس الآن لو أجينا مثلا إلى الطابق السكند بلان ما في مشكلة وأجينا مثلا إلى على سبيل المثال هذا العمود على سبيل المثال هذا العمود لاحظ يا بشمهندس هذا الطول خمسة متر من البلان هذا طبعا البلان حقنا خمسة متر صح؟ هذا البلان خمسة متر وهنا كم خمسة متر هنا أربعة متر وهنا كمعة وشهندس أربعة متر أربعة ونص كان معنا كم في البلان أربعة ونص أربعة وكمعة وشهندس أربعة ونص طيب عندما تكون كل البحور متساوية من اليمين واليسار تمام والطرفين يتعرض هذا قلنا أن العزم الذي بيحصل من هذا الجهة بيتلاشى عن طريق العزم من هذا الجهة والعزم الذي بيحصل من هذا الجهة بيتلاشى عن العزم من هذا الجهة نتيجة لتساوي البحور أيضا يسترد لكي يكون العمود لتلاشي العزوم يسترد تساوي البحور وأيضا تساوي الأحمال لأنه أحيانا يكون هذا البحر خمسة وهذا خمسة لكن يكون على هذا البحر مثلا عشرين كيلو نيوتون كل متر وهذا البحر 10 كيلو نيوتون بالتالي سوف يتولد عزم في هذا الجهة لأن هذا الحمول أكبر حتى وأن كانت البحور متساوية سوف يتورد أيضا عزم نتيجة لزيادة الحمل إذن يشترد أن تكون البحور متساوية ويشترد أن تكون الأحمال موزعة بانتظام وتكون متساوية من الجهتين حتى يكون العمود أيضا معرض لقوة محورية فقط أي عند تلاشى العزوم. إذن هذا العمود يتعرض لحمل محوري مركزي لحمل محوري مركزي وأيضا هذا العمود يتعرض لحمل محوري مركزي. لماذا يا بشهندس؟ لأنه تساوي البحور وتساوي الأحمال هذا نوع من أنواع الأعمدة التي يتعرض لحمل محوري مركزي كيف هي التصميم هذا النوع قال العلاقات المستخدمة لتصميم هذا النوع من الأعمدة عندما يكون الحمل محوريا مع احتمال حدوث لمركزية طارئة صغرية هنا نقطة مهمة جدا وأوضحها لكم حاليا طيب خلونا نشوف المعادلة هذه هي المعادلة لتصميم هذا النوع من الأعمدة N تساوي 0.4 FCO في EC زائدا 0.8 FY في ESC أي شيء ال N هو الحمل المحوري على العمود الناتج من التحليل الإنشائي EC هي مساحة مقضع العمود الذي هو B في الـ H EC هو الـ B في كاميراب 20 في الـ H مساحة مقضع العمود ESC طبعا ESC E ستيل كومبريشن يعني حديد الشد مساحة حديد التسريح الرئيسي الذي هو المطلوب وأيضا الأبعاد العمود مطلوبة أيضا لاحظوا بشأندس الـ FCO والـ FY معروفة مقاومة الـ FY مقاومة الخطوع للحديد والـ FCO مقاومة الضغط في الخرسانة لاحظوا بسTION سنترس هذه المعادلة قبل أن يكون شرحها لاحظوا أنه الaceut المستطibil مقاومة المقضع مقاومة المقضع لاحظوا أن الكود خفض خفض مقاومة المقضع خفض مقاومة المقضع بنسبة كم؟ خفض مقاومة أبعاد المقضع بنسبة 60% يعني أخذ فقط منها 40% وأيضا خفض الحديد مقاومة الحديد بنسبة 20% أخذ منها فقط 80% لا يحظوا للأمان أكثر لأن العناصر الأعمدة هو العمود الفقري للمنشأ وإذا حصل في التقصير أو خلل في التصميم مشكلة كبيرة جدا فلذلك الكود بيعمل حساب هذه الأخطاء وبيعمل حساب أخطاء كثيرة في التصميم أو في حساب الأحمال أو في أعدة أخطاء في التنفيذ وبالتالي بيقلل المقاومة للمقضع حتى يكون آمن بشكل كبير جدا بالذات العمود لاحظوا أنه يتخلص من 60% من المقضع بيأخذ منك 40% 40% طيب قال هنا الكود نكمل قال بخصوص اللامركزية الطارئة بخصوص اللامركز الطارئة قال الكود حيث أنه عند التصميم نفترض حدوث لامركزية طارئة أصغرية يرمزها بالرمز للأعمدة المحملة محورياً أش تساوي؟ تساوي 5% من بعد المقضع العمود حسب موقع الفئة المخطط ولكن لا تزيد في كل الأحوال عن 20% طيب قلنا أشرح لكم هذه النقضة نحن نجينا هنا وقلنا أن هذا العمود معرض لقوة محورية تماماً صح؟ معرض لقوة محورية تماماً طيب الكود قال هذا الحالة المثالية تماماً معرض لقوة في سنتر العمود في سنتر العمود يعني في السنتر هنا القوة هذا حالة مثالية طبعاً طيب الكود قال قد ربما يحصل يحصل أثناء التنفيذ مثلاً على سبيل المثال أنه ينزاح العمود ينزاح العمود الذي في الأسفل الأعلى من هذا العمود في الأسفل العمود الأعلى منه ينزاح بمقدار مثلاً 5% من بعد مقضع العمود في هذا الحالة أصبحت الحمولة لا مركزية على العمود يعني أخطاء في التنفيذ أخطاء في التنفيذ لذلك الكود قال صح أنه محوري تماماً لكن نفترض أنه يحصل لعزوم ناتجاً من أيش ناتجاً من أخطاء في التنفيذ الذي لا مركزية طارئة الذي أيش كيف يا فشماندس أنا أبقى أضح لك الآن في الثريدي على سبيل المثال نفترض أن هذا العمود هذا العمود الوسطي عملية الصب صبيناه تماماً طبعاً هو المحوري تماماً وصدي مثلاً طيب ما جئنا صبينا هذا العمود صبيناه ولكن النجار أخطأ في عملية النجارة وانزاح العمود بهذا الشكل لاحظوا انزاح العمود عن العمود الأسفل يعني سنتر العمود الأعلى لم يعد سنتره هو سنتر العمود الأسفل وبالتالي أصبحت لاحظوا كان الأول كان الحمول المحوري حقه في السنتر أيش في سنتر العمود لكن أنا أصبح حمولة وعين أبوشاندز إنزاحة أصبح هنا لا مركزية أصبح العمود هذا يشكل لا مركزية بالنسبة للعمود الأسفل لذلك طبعا إحنا ما بنسمحش للمنفذين أو في الانجارة أنه محصل هذا خضاء تماما لكن إذا حصل وأن حصل لا بد أنه لا يتجاوز هذا عن أيش عن اللا مركزية إذا أنت صممت بهذا القانون إذا أنت صممت أبوشاندز بهذا القانون لعمود وحصل لا مركزية نخطأ التنفيذ فينبغي أن لا تتجاوز لا تتجاوز 5% من بعد مقضع العمود ولا تزيد عن 20 ميلي أي أن هذه المعادلة تأخذ في الاعتبار تأخذ في الاعتبار تصميم العمود تحت تأثير بحصول لا مركزية طارق قيمة 5% من بعد مقضع العمود حسب موقع في المخطط ولا تزيد في كل الأحوال عن 20 كيف 5% من مقضع العمود بمعنى لو كان العمود بهذا الشكل هذا الـ وهذا الـ هذا الـ يعني إذا كان العزم مثلا إذا نزاح العمود العمود أعلى منه نزح بهذا الشكل ويكون في هذه الحالة 5% من كم من الـ يعني هتكون بي قيمة اللا مركزية بي قسمة كمية 5% قسمة بوينت أو أو ممكن تضرب 5 5 قسمة 100 نفس القسمة 100 في الـ 5 قسمة 100 في الـ أو بي على 20 وتوجد القيمة حسب قيمة الـ وبعد ذلك مثلا 30 ملي 30 ملي أي هم أكبر 20 والـ 30 لا إذن نأخذ 20 قاركود لا تزيد عن 20 تكون 5% لكنها لا تزيد عن 20 أما بنسبة مثلا لو كان إنزاح العمود العكس لو كان العمود بهذا الشكل لو كان العمود أنا ممكن أرجع لا لو كان العمود إنزاح نفترض أنه إنزاح بالعكس تماما إنزاح بهذا الشكل بالتالي سوف يكون 5% من H 5% من H حسب موقع العمود في المخطط أو حسب اتجاه العزم يعني هذا العمود هذا العمود لو إنزاح لهذا العمود لو إنزاح